وليس هناك أحد يستحق أن يكون الصديق الصدوق بالنسبة لك إلا الزوجة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة ورحمة ليه؟ وكأنه بيقولك أفضل صديق صدوق لك زوجك أفضل صديق صدوق لك هي زوجتك وحاضرة النبي علمنا أن الزوجة ممكن تكون هي الأقرب لزوجها مش في كل الأوقات لكن بيظهر بقى في وقت الشدة وزيك ساعته بقى بتقدم له النصيحة وبتقدم له الدعم شوفوا لما نزل الوحي على رسول الله سلام رجع للبيت وقال حضرة النبي يزميلون يزميلون فجت قصة الصداقة التي كانت بينه وبين السيدة خديجة فزملته فذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم وبعدها حكى للسيدة خديجة اللي حدثته في غار حراء وقال لقد خشيته على نفسي يعني فيه موطن هو محتاج فيه دعم فيه اللي حاصل فكان رد حضرتها على حضرته صلى الله عليه وسلم من أروع ما نتعلم فيه إزاي الزوجة تكون صديقه زوجها وتكون مصدر أمان وسند لي فقالت له علي السلام فقالت له إيه كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصدق الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتعين على نوائب الحق وعشان كده ما اكتفتش بكده بس رحت مقدمها له النصيحة قدمت له النصيحة فإيه اللي حصل فلما قدمت له النصيحة راحت به لابن عمها ورقة ابن النوفل عشان ياخدوا رأيه هو دوت معنا الصداقة ده نموذج ده نموذج للصداقة زي ما كان حضرت النبي بيقدم نموذج وعشان نتعلم من الزوجين الزيب وأصدقاء احنا عملنا إيه حضرنا لكم عشر خطوات في طريق الصداقة الزوجية